القرآن الكريم تعرف نزل متواترا القرآن الكريم نزل منجما بمعنى على حسب الأحوال والظروف لما جاء ترتيب المصحف الشريف و كانت ترتيبا توقيفيا من نبي صلى الله عليه وسلم نحن نعرف أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق لكنها في جزء عامة في آخر القرآن بعض الصور المدنية مثل سورة البقرة جاءت في أول المصحف فجاء الترتيب المصحف هكذا هناك سورتين في القرآن نزلتها زمانيا في وقت واحد و مكانيا أيضا مع بعضهم البعض في نفس الترتيب في المصحف سورة المزمل و المدثر الربط بينهم هو هذا فقه التديون يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليلة لا قليلة سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر و ثيابك فطهر و ربك فكبر و ثيابك فطهر قم و قم هذا هو الربط بين السورة ما في غيرهم قم فأنذر و الثانية يا أيها المزمل قم الليلة لا قليلة المسلم يقوم الليل في الليل و يقوم النهار قم فأنذر في النهار في العمل فأنت أيها المسلم في نهارك مثلك تماما في ليلك فصفاؤك و توجهك لله و مصداقيتك مع الله و بكاؤك و تأثرك لأن القلب كله متوجه الله و في النهار هو هو نفسه هذا القلب تأخذه معك و تتجه به في قم القيام الثاني في الأعمال و مارسة الحياة فالناس يراك في سلوكك يراك في تعاملك يراك في موعدك يراك في احترام شخصيتك يراك في صدقك يراك في ما تخطط من أعمالك هذه المصداقية تقول هو هذا رجل الليل لأنه يستحيل أن يكون هذا الرجل كاذب الذي في الليل يصلي و يستحيل أن يكون هذا الرجل يزور أو يرتشي يخوه أمام الله تخيل هو أمام الله و هكذا كما في الحديث أن الله قبالكم فهل سيرتشي هل سيتعامل بالحرم هذا هو المتدين ليله و نهاره و كل ما هو عرف من نفسه أن اليوم انتهى يومي و أنا ظاهري كباطني سواء هذا فخ تدين اليوم اشتركوا في القناة